ترجمة نانسي قنقر مساء الخير الحجة صبرة موجودة؟ اه مين حضرتك؟ انا علي مونيب الصحفية ممكن اقابل الحجة؟ تفضلي شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك الحجة صبرة والدة ادم؟ اه يا حبيبتي تفضلي شكرا اكيد انتوا بقى بطة وسامي اخوات ادم معقول يا ابي حضرتك وننسي بتتسطرها على الارهابي قلتلك مش ارهابي تشاب جدع حامى بنتي ولودين فرقبتي ولازم احميه ولا بتشكي فيي انا كمان يا عمي العفو بس الحكاية مش كده امر ازاي؟ يا عمي الدنيا كلها بتقول علي انه ارهابي وانا كمان اتقرطت معكم في الحكاية دي بالزيارة اللي عملتها لسيف ما هومد فضولك ازياد عن اللزوم يا اللهي انا قاسف جدا ان انا كايف عليكم ممكن اقول رأيي؟ اتفضل يا ابني اتفضل انا شايف ان وجودي هنا اعملكم مشاكل واستمراري اعملكم مشاكل اكبر انا لازم امشي تمشي زايا بني حتى قالك ان احنا اولالات الاصر لا يا العفو بس انا لازم امشي ده اصلة محلة ليكم انا ليه ممكن اسيبك تعمل كده؟ يا اسمع يا عادة انا لا بهدتهم ولا بضغط عليهم كل الحكاية ان انا خايف عليهم وفي نفس الوقت انا بصغ فيهم جدا وطالما هوم مواصقين فيك للدرجات دي يبقى انا استحالة بلغ امير بجد مش هتعمل كده؟ بجد يا لازم بجد بجد تكلمي جد يعني انت تعرفي مكان قدم؟ وطي صوتك سوية لحد يسمعنا طيب استنية ايه؟ بجد الكلمة بسرعة حاضر يا حاج دا ثانية واحدة ايوا يا كريم ايوا يا علي انت هناك؟ طيب ثانية واحدة والمشكلة هما لا تكبروا مش عارفين اللي ممنن ولا مني؟ بجد هلو؟ ايوا مين معاي؟ مونيكا؟ ايوا 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 يا دكتور دا الهيام التلفون دا الهيام هلو؟ ايوا 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 اي ممكن أعرف السباك ده جي عملية بالزبط كان بيغير حنفية المطبخ كان بيتخر ما الحنفية زي ما هي في المطبخ لا تغيرت ولا حصل فيها حاجة يمكن يا سيف غير لها جلدة ولا حاجة أنا دخلت المطبخ لقيت حلافية سليمة فيها حاجة دي لا نفعش حاجة دي والسباك ده عدد دي بالزبط تقدر تقول كده عشر دقايق ربع ساعة وهدن ايه انت بتشوك فيها انا سباك ولا ايه تجننتي ولا ايه اول انا ما قلتش كده وبعدين انا واصق فيك وفي اخلاقك فيها سهام وانا لسه عارف كبارع ولا ايه ما انا عارفة ان انت واصق فيها مش ده اللي مزعني اللي مزعني ان انت مش واصق في نفسك تتابلتي ولا ايه ايه اللي انت بتقوليه ده تعارف انت بتكلمين مين انا سيف الحديد دي انت عارفة انت بسموني ايه في الوزارة الصيقة بالنفس ماشي على رجلين أديك قلتها ماشي على رجلين يعني ساعة كده وساعة كده يعني مش راسية كده على حال الخوف بقى لا تروح ما ترجعش تروح ما ترجعش تتوسو دي ايه بالكلام ده انا ما صدتش حاجة بقولك يا سيف انا مزاجي النهار ده رايق واشتربة معايا عكي انا خالص خالص استني هنا انت راح في ايه راح في ايه راح اخد شوار لا لا واش معنى بقى دلوقتي او النهار ده ايه ستاخد شوار ايه ده هو الشوار بقى الموعيدة عندك ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب اهلا ازايك يا سامي عم ايه ازايك يا علي يا ترى ماما موجودة اه موجودة تفضلي تفضلي بسي تفضلي تفضلي ها يا حج اخبارك ايه طومنيني عليك الحمد لله زي الفل ولا ايه حماتي الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا انت مش كنت نزل يا مرزوق ولا ايه اه هشرب بس كبات شاي معاك وكده وبعدين هتكل على الله بطة اعملي شاي لخطيبك حاضر يا امو تشرب ايه حبيبتي لا 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 مرسي انا جاي في السريعة ومشي على طول لا ده كلان انا هعملك شاي يا ريت يا حجة لو نبقى على انفرد على انفرد ليه مفيش حد غريب هنا كلنا اهل وساتر وغطة على بعض ايوة بس يعني ما تخفيش مرزوق دايب خطيب بطة بنتي وبعدين ده صاحب ادم قوي طبعا يا حماتي انا فديكوا برقابتي بس انا عايز اعرف الاستاذة عايزة ايه بالزبط ادم عايز يقابلكم ادم طلب مني حدد معاك ومعاده مكان للمقابلة يعني هنروحوا في المكان اللي هو مستخبي فيه لا هو هيجيلكم في المكان والزمان اللي انتو تحددوه اه بس اكيد يعني مش هنقابله في مكان عام لاحسن لقدر الله ينكشف يستحسن يكون في بيت طبعا ايوة بس البيت هنا ماينفعش البوليس اكيد مرقب البيت ومستني وصول ادم في اي لحظة خلاص في بيت حماتي بيت مداري وبعد عن عيون البوليس تمام كده اديني بقى العنوان عشان بلغوا بيه قولي له في بيت حمات اختك سامية هو عارفه طيب تحبوا امتى حجة خيروا البر حاجله ياريت بكرة اه 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 ادم وحشن قوي وعايزين نتطمن عليه يعني خلاص بكرة الساعة اتنين الدهر هيكون في المعاد والمكان اللي حد التوم يا رب يا رب تجيب العوائب سليم مقادر يا كريم يا رب يا رب طيب استأذن انا بعد وانا كمان عشان عندي جهر ايه دا؟ الشاي مرزوم اشربيه انت يا بطا يلا تفضلي يا استاذة السلام عليكم عليكم السلام طولها وبركاته ليه يوم ما خلتيها تفتح السيرة قدام مرزوق؟ الله وفيها ايه يا بنتي؟ مرزوق دا هيبقى جوز اختك بطا وزات رغطة علينا ومش ممكن يفكر يزينا يوم ما تنسيش ان مرزوق دا امين شرطة ايو بس مش ممكن هيفكر يزينا ابدا جرائيه سامية تشكف مرزوق؟ اللي احتياط واجب يختي دا يمكن مع عبده جوزك بس مرزوق ابدا دا جدعه على كل الجدعان بعدين بقولك يا سامية اذا كنا امنناه على بنتنا مش هنقامنه على سرنا الو السامر انت فين؟ لا انا ازهقت لا معايا بس مش عارفة لفه بقولك ايه؟ هو مفيش منه ملفوف طب تمام خليكي بقى معايا كده واحدة واحدة واقولي لعمي ايه بالزبط اه انا معاكي اه تمام لا انا بقى لي ساعة محتاسة اه اه كده اوكي ماشي تمام هم ايوه موسيقى 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 وكمان يا بشا البيت اللي اسمها عالية الصحفية دي راحت زارت أهل آدم وقعدت عندهم حوالي ساعة وبعد كده نزلت الله وإيه اللي يؤديها هناك مش فيه أمر من نايب العام بحظر أنها شوف القضية دي تماما أيها تمام ساعدتك بس ما تنساش الناس ميلته في الجامعة يعني ممكن تكون راحت تطمن على والدته ولا حاجة فيها يا شامبي هو أنت مع أنا أولا معاه؟ أنا مع العقل ساعدتك والعقل بيقول إن إحنا لازم نقلب الموقف من جميع الزوايا عشان نوصل لإستنتاج صحيح آه يعني حضرك تقصد إن أنا ببص المواقف من زاوية واحدة والله يا شامبي يعني ومنكم نستفيد لا يا بشا العفو أنا ما قصدش والله أنا كل اللي أنا قصده إن أنا بفكر بشكل مختلف عن ساعد آه يعني أنت تقصد إن أنا بفكر بشكل غير متحضر جرائي يا سيف بيه أنا ما قصدش أي حاجة من اللي أنت بجيه أنا اللي جرى إيه برضو يا شامبي ما تاخد بالك من كلامك هلو أيا مرزوق بتقول إيه؟ قليك معايا نعم في بيت حمات سامي أخطها ساكة تمام تمام عارف أنا نانوان ده مرزوق أول ما قدم يوصل تديني لنا هاكون عندك في ثانية مفهوم؟ مرزوق خلي بالك أنا مبيحبش الهزار ع السلامة فورجت يا بشا عايزك تبجهز الصبح إنت ونرجالة عايزي ندخل نجيبي الودة في دقيقة مرزوق اتفعل معايا أول ما قدم هيوصل عنده هايديني لنا مفهوم؟ مفهوم؟ ايه وعنت أخر يا بطة؟ متقلقيش يا هانا؟ ومان خلتي صبرة فين؟ سبقتنا هيو يحي عنده سامية انت متأكدة انو هيجي؟ بإذن الله ان شاء الله كلنا هنشوفه متقلقيش بقى؟ طب هيو حماد سامية سكنة فين؟ يا بنتي هانا فابولعيلة اخر الشارع وانت ما تعرفيش؟ بيت هانا انت راح فيه؟ انا رايحة معاهم عشان نجيب الكهربائيات عشان جهاز بطة كهربائيات اوزفت ايه؟ يمشي نجر على فوق ليه كده بس عم الحج؟ ما تسيبها تروح تتفرج براحتها؟ دي حتى عروسها وعلى وش جواز انت مال امك؟ انت انت خليت بني وبين بنتي يا ريخي انا بس يعني يقولك بس بس مارزوب اسكت يا الله اسفطال على فوق اطلعي ايه انا اطلعي اسمعي كلمة بطة بطة انت هتستازيني منها بطة انا واقف يلا انجروا وتامي يلا يا مارزوب يلا يا بطة انت يا بطة انا مش ايه اللي خميت مارغة من خيش دعوا بالناس دول يا بابا بلا يا بابا بلا زيف يلا نقرق وتامي ايه اللي بافا ايه اللي بافا ايه ده William affen ما شريح ايه ده ايه ايه ده اصف ايه اشعر انت كويس أهدم اهدم يا حبيبي يا حبيبي يا ممي يا حبيبي 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 اعرف لك اما ايه اللي حصل؟ ليه عملت كده؟ ليه؟ تعال 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 اعوض يا دنايا اعوض يا دنايا اعوض يا دنايا ايه اللي انا سمعته ده صحيح؟ احكيلي يا ايه اللي حصل بالزبط؟ والله ايومي مش عارف اقولك ايه ولا ابدأ من ايه؟ بس والله العظيم مظلوم لا انا ارهابي ولا اصد تقتل بجد ليه انت قتلت بجد؟ كنت بدافع عن واحدة ولي دافع عن واحدة يا ابني يوم يقتل ما انا ما كنتش اقصد والله العظيم لا اعرفه ولا اعرفه اتحطدته موقف لايت نفسي بعمل كده ليه انت قتلت بجد؟ قتلت واحدة امريكاني اوه 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 يا قلبي اوه يا قلبي يا قلبي كنت بوصل طالب لقيت الراجل ده بيتهجم على واحدة بس تنجد الدم اللي خالت دافع عنها كان يقتلنا احنا الاتنين لقيت نفسي غصب عني غصب عني بقتل هل انت قتلت بجد؟ قتلت بجد؟ اه اتعياتش هلا اتراجل اتراجل باعياتش مرزوع انا اعرف ان وجودي هنا ممكن يعملك مشكلة كبيرة في شغلك انا حاسلم عليك بطرعة عمشي اهرب اهرب يا ادم اهرب اهرب فيها مرزوع اهرب ليه يا مرزوع انا بلغت عنك ايه؟ بلغت عني؟ يخرب بيتك موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 انا عايز كاردون حوالين المنطقة دي كلها في منطقة الصرح اشتركوا في القناة واي حد يلمح الوقت ده يضربوا بالنار حاضرة باشا سيف باشا نضربوا بالنار ايه ساعدتك هو كلب ده بني ادم ساعدتك احنا نمسكه ونسلمه اشان بيه سبق وقلتلك الكلام ده اكتر من مرة قلبك الحنين واحساسك الامن دول يتحطه في الدرج ويتقفل عليهم كويس وبعدين تصحصح من نومك وتاخد لك حاجة دافية وبعدين تجي لعالشغل مفهوم سيف باشا بعد اذن ساعدتك احنا وظفتنا ان احنا زباط وظفتنا ان احنا نمسك المجرم ونسلمه للمحكمة المحكمة بقى فيها قاضي يا يحكم عليه بالاعدام يا بالبراءة ده مش موضوعنا لكن احنا وظفتنا ان احنا ما نضربش الناس بالنار يا باشا وبرده تحت امر ساعدتك باشا لازم يختفي طبعا لازم يهرب عشان وقفين بنرغي في كلام فاضي ورايا احنا ودقى لازم انت ملتش حتى استخبه في غير انا لقد اني احلجية ما دخله دخله الحمدله على سلامتك انت بها انت عباد لازم تخوش تسرايا احنا وي احنا وي احنا وي يا أخيراً جاتي ولفدي لي السجاير يا سلام يا سوسو يعني أنت بعطي لي بس علشان إيجا لفلك السجاير لا يا حبيبتي ده أنت سحبيتي وحبيبتي حكي لي بقى الكروزة بتاعة الأسر وأسوان أوه كانت تجنن يا سوسو بجد بجد كانت نعصا يا ريك سيف حمد الله على السلام سيف جوزي سامر تشرف لقصة أه طيب أستعزل بأي سوسو ليه حبيبتي ما أنت قادش وارك؟ ما عليش عشان أسيبك براحتكم باي باي نورتي نورتي يا حبيبتي بسي بسي على الحرقة ليه كده يا سيف عملتها بالطريقة الوحشة دي؟ مين دي؟ صاحبتي وإنت من إمتى بتعرف الأشكال دي؟ دي منت مؤدبة قوي وأنا عرفها من أيام المدرسة وأعرف قلة بس أكيد في حاجات كتير جداً اختلفت عن أيام المدرسة ده خير بقى الفترة اللي أنت أتعطيها فيها أكيد في حاجات كتير قوي تغيرت حاجات زي إي يعني؟ يعني شرب السجاير مثلاً مش هي دي اللي علمتك السجاير ولا أنا غلطان؟ سمر ممتشربش السجاير بس عيبة عليكي لما تهنيني في خبرتي أنت عارفة أن أنا بوزن بري آدم بنظرة عين صاحبتك دي مش بتشرب سجايره بس لا دي بتشايش كمان فعلاً هي بتشرب شيشة بس مع جزء وفي كفاية عامة كمان أنا يا مؤكرم ومعليكي بقى عرفت منين؟ بتخروبي معهم من وراي ولا إيه؟ أنا قدر يا حبيبي هي اللي كان بتحكيلي طبعاً آه طيب بقى اسمعيني بقى كويس يا ببنت الناس وركزي معايا من النهارضخ لا تحكي لها ولا تحكيي لك يعني إيه؟ يعني اتقضيها تماماً يا إما هعتقلها وهمحيها لك من على وش الدنيا تعتقلها؟ ليه بس؟ هي كت عملت إيه؟ بقولك إيه؟ أنا لو تعبست وراها هطلع ألف حاجة اعتقلها بيها سيبع تهيش حياتها بس تبقى بعيدة عنك بدل ما تقربيها وتفقديها ما أنا عارفاك سفل حديدي وتعملها أنا ما بحذرش أنا بتكلم بجد ولا يهمك حبيبي تتحرق صمعي تولع صمعي قادي نمرت صمعي دي ليه؟ يعني مزاق لنا إن أنا بقولك قطعي صحبتك؟ بالعكس أنت جوزي وحبيبي وأبقى واحد ليه في الدنيا دي كلها طلباتك قوي كله تحبيني يا سيئة؟ بحبك بس دي أنا بموت فيك هون ليه غيرك في الدنيا هقوم عملك عشان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قطع بصراحة بقى عمالبين نحن ليسا شاريين نت ده أظلolph خلاص أدم اللي كان قص المشكلة رح ومش رجع تاني رجع من إين يا ابني؟ دا رح في السكة اللي راح مايرجعش وفي حد بيعاد الحكومة ويعرف يعيش دا ودء إرهابي وبعدين لعلمك لو في أي سيك تربطك بينك وبينهم في خطورة عليكم ده وقت جربة جربت مين وستاذ آدم ده عندف واحد في الحتة ان شاء الله يرجع لنا بألف سلامة جور ياضمن هنا ياه جور اخوة الناس بكم من موضوع آدم دلوقتي الحكاية وما فيها ان انا مش قادر افاتح البيت في موضوعكم ماقولك ده كلام تقوله برضو ده انت ابوها وعارف مصلحتها وإحنا شاريين عايز اكتهدأ عليها كده بالراحة وبعدين فتحها بالهداء ها قلت يا عم عبيد نتمم عادي الشراكة والزواءة بفتحة هذا ولا لسه في الأمور أمور 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 ايه يا ابني انت متاع المال احنا دلوقتي هنقرر الفتحة معاه ونتمم كل حاجة ونتمم الشراكة اللي بيننا ونتفع على كل شيء دلوقتي ايوه يا عم زنود بس الحكاية بس ايه يا عم عبيد الله بسم الله كده وتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرر الفتح المال انت مش عايزنا نفرح ولا ايه ايه ما نفتاكش فقلا تفرح ولا ايه يا عم يا بيت طب عن نفس افرح انت بقرر الفتحة بقى ايه يا عم لله بسم الله الرحمن الرحيم والله الرحيم ممكن بقى عشان خطري تاكل لقمة وتقوم تستحمى وترتح شوية ماليش نفسي انا اتكلمت مع ناس حيدبرو لك طريقة اهرب بيها برا مصر اهرب برا مصر اهرب برا مصر اهرب فين يعني في اي حد المم تختفي على وين الناس وتعيش في امان عايش في امان انا انسي الامان ده حاجة مبتتحسش يقول لما الواحد يبقى ببلده ووصد اهله مع الناس اللي يحبوهم يا ابن الواحد مبياخدش كل حاجة الساعات بتفرض علينا حاجات غصب عننا معك حق يا دكتور بس في ناس عمرهم ما خدوا فرصة ان هما يختاروا دايما بتتفرض عليهم الظروف ادم اخباره ايه؟ طب مني الحمد لله عارف يا كريم اول ما سمعت خبر مطاردته في الاخبار قلبي وقع في رجليه وخفت ليكون ابضوا عليه ربنا ساطر عليها انا مكنتش عارفة انك كده كده ازاي يعني؟ يعني كنت فاكراك مستهتر ومش قد تحمل اي مسئولية وايه يعني اللي خليك يتغيري رأيك فيها في لحظة كده؟ موقفك مع ايضة ورغم ان ده ممكن يكون خطر عليك بس عرفني ان انت صاحب صاحبك وان يعني الاستهتار ده من السمة متقصلة فيك اه اه ايه يعني كلامك ده اسعدني وخداني مبسوط طيب الحمد لله انه اسعدك ايه ايه بقى على فيه؟ عندي اجتماع مهمة مع مين؟ جمعية كلنا ايد واحدة السياسية ما انا امينت الصندوق فيها؟ والله يكون لكم ايد واحدة ويا طانا بقى بتعملوا ايه بقى باليد الواحدة دي؟ بنعمل اللي مسكوت عليه ولازم يتعمل يلا سلام مجنونة قوي بس لذيذة حمد الله على السلامة يا حبيبي ها ايدعمله ايدا الواد كويس الحمدلله جدت لها الدواء ودخلتت نام شوية ربنا يشفيها ويحميها يا ربنا مالك يا حيو شكلك تعبين مفيش شوية مشاكل في الشغل مش أكثر طيب أحدرلك الغدا معقولة منال هانم بجلالة أدراها عاملة غدا هرم عليك بقى أنت ظلمني قوي مش للدرجات زي عمي أنت اللي ظلمة نفسك لما بتهمليني وبتهملي بيتك وبنتك حبي انت مش ملاحظ ان احنا بقى نكتير بنتخانق مع بعض ويا طرى بقى مين فينا السبب انا ولا انت احنا الاثنين انا انا كفاية علي مشاكل الشغل وقرفها يعني انا اكتر واحد في الدنيا دي محتاج للهدوء والراحة في البيت يعني مستحيل اعمل اي مشاكل يعني برضو عايز ترجبني لغلط لواحد دي عشان انت غلطانة ولازم تعرفي غلطك وتعترفي بيه عشان تعرفي تصلحيه تب وصلحه ازاي يعني وانت كل حاجة شافني بعملها غلط وبعدين عمرك ما قدرتني قدرتك كتير قدرتك كتير قوي وديتك اكتر من حقك بس للأسف لما دلعتك اتمرأتي علي يعني مفيش فايدة عشان برضو عايز تتخانق بالعاكس انا نفسي نكونكوا عايزين مع بعض بس بشروط وايه بقى ان شاء الله الشروط تهتمي بيه وببيتك وببنتك وتنسي اي حاجة تانية فاهمة يا حبيبتي اه يعني عايزني خدمة ليك والبنتك وحياتك خاصة وتولع بجاز مش كده انا عاوزك زوجة وام وست بيت وحياتك الخاصة اللي انت بتتكلمي عليها دي المفروض انها تدور في نطاق الاسرة بتاعتنا مش براها مع اصحابك والنادي والبديكير والمانيكير والحاجات الكتير دي شامن دا ما قلتش كده اول الجواز اول الجواز اول الجواز كنا عرسان جداد كنت بضغط على نفسي قوي وبستحمل وباجي على نفسي علشان خطر ارضيكي لكن دلوقتي بقنا قسرة عندنا طفلة صغيرة مش هسمحلك انك تفرطي في حقوقها انت فاهمه ولا لا حاضر فاهم خلاص خلاص انت بس ادخل غير هدومك وعبال ما حدلناك الغد ايوة كده كده حبك وانت عارفة اللي عليك وبتهملي شطرة سيبقيت عيشة تكئب انا اللي عملت فيه كده ضيعته بسبب هو ملوش اي زب ده مقدر ومكتوب يا بنتي يعني حبيبته دي زنبها ايه اللي بها يتكسر بسبب امه واخواته زنبه وميت حرموا منه بسببه هو نفسه زنبه ايه بقى جيه علي اليوم اللي بيجري فيه بجبنه ورعبه وهو في نظر بلد كلها مجرم صدقين يا بنتي كل شيء ولو سبب ربنا ولو حكمته وكل ازمة مهما كانت كبيرة اكيد حيجي يومه تنتهي المهم من هاته هتكون ايه يا تار اتفرح ولا توجع اكتر من الوجع للواحد في دلوقتي ايه دي يا عبيبتي ايه دي يا ناسي مش كده اهدث زي بقى السوفي زنب الناس في الوقت انتي ما تفقتيش معا على حاجة وكل اللي حصل ده كله كان صدفة صدفة قلبت حياته ومررت حياتي اكتر ما هي مره هيجرى لك حاجة مش كده يا عبيبتي هلا عندك ايمان بربنا حاضر ربنا ما تفهميني بقى يا بطة افهم ايه بعد ما قدرت باخويا وبلغت عنه الحكومة تلا هتخاني انو ملكش امالي مرزوق لا يا بطة انا لو خاينه مليش امانه ومش باقي عليكي ما كنتش قلت له وخليته اهرب بعد ايه بعد ما اجبته برجليه عشان يقبضوا عليه كان لازم اعمل كده دي اوامر اوامر بس برضو علشان خاطر عيونك مسكت العصغية من النص بلغتهم بمعض وصوله واول ما هو جي قلت له ان هم هيكبسوا عليه انا بقى مش عايز عايش مع خاسيس زيك تحت سقفة واحد لا يا بطة اهدي علشان تفهميني انا فهمتك خلاص والحمد لله ان ربنا كشفك قبل ما اتدبس فيك بره بره وما تورينيش وشك تاني بره ماشي اخرج بره عبطة بس احنا مش هنتعتب دلوقتي علسان انت متعصبها شوية وهيبق لينا كلام تاني بعدين حدينا بطة موسيقى وعرفه عياتي عياتي يا بنتي حبيبتي خرج الحزن اللي جواكي ده وطلعي الهم خلينا نفرح بقى فرح ايه بس قدلوسة مصرين برضو يا بنتي والله الحظيم احنا كل همنا مصلحتك ها قلتي ايه مبروك يا اموانا بتقول ايه مبروك البيت راح اقودتها مقهورة بتعيب بس سكت واللي قبلين قالوا السكت على مطردة ما تسكت انت بقى يا ماما ما تعقديهاش بقى انا اللي معقدها ربني اسمحكم والله البت دي زمها في رقبتكم هي امك دي ولا اما انا شايلة في قلبي حمله ومحتاجة فاضفة يا ابونا ومش هلاقي حد امن منك فاضفة له خير يا بنتي اتكلمي لما حد يا ابونا ينقص حياتك وشرفك ويتحطفه مصيبه بسببك ويضيع حياته ومستقبله عشانك ممكن تعمل معا ايه بالتأكيد اخلص له وادفع عنه اي شر وحاول بشتة طرق اني ادفع عنه بس المشكلة ان الناس كلها ضده مش فاهمين الموضوع على حياته حاول تفاهميهم حقيقة الموضوع لان ربنا بيحب اننا ننقذ المظلوم من ايد الظالم افاهمهم ازاي بس مشكلة ان الموضوع كبير ومعقد قوي وفي خطور علي كمان ما تخفيش يا بنتي طول منياتك خير لان انت ربنا هو اللي هيدلك ويقف جنبك وهيدلك عالطريق الصحيح عندك حق يا ابن لازم نحب الخير للغير زي ما بنحبه لنفسنا تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن الارملة يا ربكة الناس كلها زيك يا بولا في ناس كتير كويسين الدينة لسه بخير يا بنتي معك دي تاني بولا تخسرها النهاردة يا بو عاطف ما لك مش مركز في اللعبة خالص النهاردة في ايه مفيش هامرة يا اخويا بس تعبان شؤية ويه اللي تعبك موضوع مقزمني كذا يا جذع موضوع ايه الله وانت بالك وانت امراضي ولا ايه لا دا انت موانون على الاخر بقولك ايه ايه لك على فلوس رهان البولا بتاعت اللي كسبتها منك معايش ولا مليم كلام ايه دا بانت نفضتني من كل الفلوس من الصبح يا جذع لا بقولك ايه انا عايز حقي لحسن لو ما خدتوش هتنحس اه عاطف ايه دا فوق يا عاطف فوق يا ابني يا ابني انا عايز حقي كده الموبايل دا انا هاخده تقلص حقي اه وايه تاني وايه تاني وايه تاني موبايل ايه تاني وايه تاني وزيجين 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 وفوق بشكل غيري أنا أخذ بيع